السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي اربط وطلبات الصف الاولي سنوي يلا بينا نكمل مع بعض الفصل الاول الباب الثالث الكروموسومات والمعلومات الورصية في البداية تعالوا نحل السؤال اللي احنا سبنا المرة اللي فاتت يعود العدد الصبغي ان الى طرزه الكروموسومي المتماثل عندما تلطقي مين في كل الاختيارات اللي قدامنا دول لما يجتمعوا مع بعض يرجعونا العدد الصبغي الاثنين ان زي ما كان موجود في الخلايا الجسدية بالضبط الخلايا التناسلية طيب تعالوا بقى نتكلم شوية بتفاصيل في ايه هي الكروموسومات وايه هي النظرية الكروموسومية اللي احنا اكتشفناها المرة اللي فاتت بداية النظرية دي اساسها اثنين من العلماء ساتون وبوفري النظرية الكروموسومية دي اقدر الاخصها في النقاط التالية اللي احنا هنبدأ نتكلم عنها دلوقتي رقم واحد ان الكروموسومات المتواجدة في الخلايا الجسدية بتكون في شكل اذواج متمثلة 2N اللي احنا قلناها المرة اللي فاتة طيب الخلايا الجنسية بتاعت الكائن الحي بتحتوي على نص عدد الكروموسومات اللي هي احادية الصبغ اللي احنا قلنا عليها طيب الان دي بتيجي ازاي بتيجي نتيجة الانقسام اللي اختزالي اللي هو بنقوله المايوزي بينفصل كل مجموعة من المجموعتين اللي موجودين جوه الخلايا الجسدية بينقسموا الى مجموعتين متسويين فين؟ في الخلايا التناسولية او في الامشاج النقطة اللي بعدها ايه؟ كل كروموسوم لما بيجي ينتقل من الخلايا التناسولية للامشاج بيبدأ يسلك مسلكا لوحده كل واحد بيتعامل لوحده بينتقل من الخلايا دي للامشاج لوحده طيب لما يحصل اخصاب ما بين الحيوانات المنوية او حبوب اللقاح والبويضات بيرجع العدد الصبغ تاني تو ان او بترجع المجموعتين يلتقوا مع بعض تاني فيدوني المجموعة الكاملة او الازواج المتمثلة ترجع تاني موجودة طيب الكروموسومات بتحتوي على ايه؟ بيحتوي على الجينات المادة الوراثية بتاعة كل كائن حي الكروموسوم بتاعه موجود فيه الكروموسوم الواحد ممكن يبقى فيه مئات من الجينات طب تعالوا كده الكروموسوم الواحد اللي فيه مئات من الجينات هو بيتكون من ايه؟ هنشوف دلوقتي ايه العلاقة بين الكروموسوم والجين لأينا ان الكروموسوم بيتكون رقم واحد من بروتين طب رقم اتنين الحمد النووي اللي احنا قلنا عليه DNA الDNA ده ذات نفسه بقى بيحمل الجينات المسؤولة عن كل الصفات الوراثية داخل جسم الكائن الحي طب الDNA ده كحمد نووي نفتكر احنا قلنا ان هو بيتكون من ايه الترم الاول بالضبط بيتكون من حاجة اسمها وحدات بنائية اسمها ايه نيوكليو تيدات طب الجين ده بيبقى عبارة عن ايه تتابع من النيوكليو تيدات ورا بعض كانها شفرة الشفرة دي بتختلف من جين لجين ليه لان كل شفرة جين بتعمل بروتين البروتين ده بيبقى هو المسؤول عن ظهور الصفة المعينة او ظهور الصفة اللي الجين ده مسؤول عن اظهرها طب العلماء لما درسوا الكروموسوم وساة نوبوفري لما قالوا للنظرية الكروموسومية وتوصلنا ان الكروموسومات هي اللي عليها الجينات قدرنا نحدد ان فيما بين ستين لتمانين الف جين في الانسان موجودين على كام كروموسوم داخل الانسان موجودين على تلاتة وعشرين زوج من الكروموسومات المجموعة الكاملة لو انا خدت كل الجينات اللي هو من ستين لتمانين الف جين ده سمتهم ايه سمتهم الجينوم البشري طيب احنا درسنا السنة اللي فاتت حاجة اسمها مندل وقوانين مندل للوراصة تعالوا بقى نبدأ نفسر او نفتكر قوانين مندل دي بناء على النظرية الكروموسومية اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي طيب مندل كان ليه قانونين اول قانون كان بيقول اسمه ايه السيادة التمة طب معناها ايه السيادة التمة القانون كان بيقول لما انا جيب فردين اعمل لهم تهجين مع بعض واحد فيهم بيحمل صفة سائدة والتاني بيحمل صفة متنحية هلاقي ان افراد الجيل الاول كله بتظهر الصفة السائدة فقط طب لو انا خدت فردين من الجيل الاول وهجنتهم مع بعض هتعود ظهور الصفة المتنحية تاني بجانب الصفة السائدة بنسبة 3 الى 1 جميل كل زوج من الصفات اللي مندل كان بيتكلم عنهم وهو بيدرس كنا بنقول عليها صفات قليلومورفية طب تعالوا كده نقف دلوقتي دقيقة هنفرق ما بين حاجتين وإحنا بندرس السنة دي حاجة اسمها الطرز الجيني وحاجة اسمها الطرز المظهري الطرز الجيني ده هو شكل الجين اللي موجود على الكروموسوم اللي بيتوارث من الأب للإبن للإبن طيب وما ليه الطرز المظهري ده؟ هو شكل الصفة اللي انا بشوفها شكل الصفة اللي بتظهر على الكائن الحي طب تعالوا نشوف الشكل اللي قدامنا ده وناخد مثال على طوار الصفة مندلية بالسيادة تمة جبنا نباتين بسلة واحد الأظهار بتاعته بيضة والتاني الأظهار بتاعته كرموزية وإحنا عارفين من السنة اللي فاتت إن الأظهار الكرموزية بتبقى سائدة على الأظهار البيضة فلذلك لو إحنا ركزنا هنلاقي إن الطرز الجيني مكتوب عند الأظهار الكرموزية بي كابتل بي كابتل وعند الأظهار البيضاء بي سمول بي سمول طيب إنما الطرز المظهري اللي أنا شايفه قدامي الوردة دي لونها أبيض الوردة دي لونها كرموزي طيب مندل قال أنا هجيب واحد سائد نقي مع واحد متنحي بي كابتل بي كابتل بي سمول بي سمول لقيت إن أنا لما حصل التهجين ما بينهم الجيل الأول كله لونه كرموزي طيب ليه؟ لإن الطرز الجيني بتاعه كان بي كابتل بي سمول زي ما إحنا شايفين كده وعشان كده أنا قلت إن اللون الكرموزي هو سائد على اللون الأبيض مجرد ظهور أو وجود اللون الكرموزي خلى الصفة بتاعته هي اللي تظهر وخلت الأزهار لونها كرموزي طيب خدت أنا بقى الظهرة الكرموزية اللي نتجت من الجيل الأول دي وبدأت أعمل لها تهجين مع واحدة تانية لقيت زي ما إنتوا شايفين كده إن أنا بقى عندي ثلاث أزهار لونهم كرموزي اجتمعت الصفاتين المتنحيتين في الجيل الثاني وطلعت لي زهرة لونها أبيض طيب يبقى معنى كده اللي مندل قاله المرة اللي فاتت أو اللي مندل قاله السنة اللي فاتت تعالوا بقى نشوف إيه هو أول سؤال بيقول إيه إيه تفسيرنا لزهور اللون الكرموزي فقط بس في أفراد الجيل الأول كله الزبط إن اللون الكرموزي ده يعتبر صفة سائدة على مين؟ على اللون الأبيض اللي هي صفة متنحية طيب نسبة ظهورهم مع بعض في الجيل الثاني كم في المية؟ 75% أزهار كرموزية سائدة و25% أزهار بيضاء طيب الكلام ده نتيجة إيه؟ نتيجة انعزال الصفات أو الجينات اللي موجودة على الكرموزيومات خلال الانقسام الميوزي أو الانقسام الاختزالي في تكوين الأمشاج الصفات بدأت تنفصل عن بعضها فبدأ كل واحد يبقى كل كرموزوم يبقى عنده الجين بتاعه فلما يجتمعوا تاني مع بعض بعد نتيجة بعد عملية الإخصاب بتبدأ الصفات تجتمع فيبدأوا يشوفوا مين سائد مين متنحي ومين اللي الصفة بتاعته هتظهر طب لما حصل كده في الجيل الأول أنا فصلت الجينات بتاعت الزهرة الكرموزية لبي كابتل وبي كابتل فصلت الجينات بتاعت الزهرة البيضاء لبي سمول بي سمول فكل الاحتمالات كانت بنسبة 100% ان الصفة السايدة هي اللي هتظهر لان لما تجمعوا مع بعض دوني بي كابتل بي سمول اللي هو اللي احنا بنقول عليه سائد هاجين طيب لما جبت السائد الهاجين مع السائد الهاجين التاني لقيت ان انا عندي بي كابتل بي سمول بي كابتل بي سمول فبدأت تظهر الصفة المتنحية تاني في الجيل التاني بس المرة دي بنسبة كم لكام تلاتة سائد لواحد متنحي تعالوا نشوف السؤال ده ونحله مع بعض هتواره وقلم كده ونبدأ نفكر مع بعض فيه عند تزاوج نبات بسلة ذات اظهار جانبية مع نبات بسلة اخر ذات اظهار جانبية هاجين علمت ان وضع الظهرة الجانبي سائد على وضع الظهرة الطرفي هنحط خط كده تحت المعلومة دي ان هو هنا الداني من الصفة السائدة ومن الصفة المتنحية ان الجانبي سائد والطرفي متنحي اين مما يأتي يوضح الطرز الجينية الصحيحة للآباء طب تعالوا كده نفكر مع بعض هو اول ما قال لي اول قب كان اظهار جانبية ما قال ليش معها حاجة فهحط علامة استفهام عليه وبعد كده رح جاء قال لي اظهار الجانبية هاجينة معنى ان هي هاجينة ان الطرز الجيني بتاعها في الصفتين الصفة السائدة والصفة المتنحية طيب انا كده جبت واحد من الاثنين تي كابتل تي سمول طب الطرز الجيني بتاع الازهار الجانبية اللي فوق ده هاجيبه ازاي ما انا عندي احتمال من اتنين يا اما يبقى تي كابتل تي كابتل يبقى كده هو ازهار جانبية ناقية وهو محتاجش يقول ان هي ناقية لان الازهار الجانبية كده كده سائدة على الازهار الطرفية او ان هي كمان تبقى هاجين فبالتالي انا بالنسبالي اللي اختيار هيبقى جين تي كابتل تي سمول تي كابتل تي كابتل طب تعالوا بقى نشوف هنفسر ازاي القانون التاني المندل طب نفتكر كده مع بعض هو القانون التاني المندل ده كان اسمه ايه التوزيع الحر للعوامل الوراثية طيب التوزيع الحر دي معناها ايه معناها ان انا دلوقتي هبدأ اتكلم عن نقطة مهمة جدا في ضوء النظرية الكروموسومية ان كل كروموسوم بيتعامل لوحده مالوش دعوة ببقية الكروموسومات اللي موجودة معاه طيب القانون بتاع مندل المراضي هو القانون التاني نفتكرها كده دايما يا شباب القانون التاني يبقى معنا كده مندل درس صفتين مش صفة واحدة طيب مندل قال لي ايه عند تهجين فرضين نقيين مختلفين في زوجين من الصفات الوراثية اللي هي القليلومورفية مثلا ان اللي هي البزرة يبقى لونها اصفر وملساء او يبقى لونها اخضر مجعدة تورص صفت كل زوج مستقلة عن التانية افراد الجيل الاول كله هتبقى بنسبة 100% سيدة في الصفاتين هيبقى لونها صفر وهيبقى ملمسها املس طب افراد الجيل التاني لو انا خدت اي واحد من الجيل الاول وعملت له تهجين مع بعضهم افراد الجيل التاني ايه اللي هيظهر قال لي هتبدأ تظهر الصفات المتنحية تاني مع الصفات السائدة باختلافهم هما الاتنين مع بعض في الصفاتين او في الزوج اللي انت شغال عليه طب النسبة بتاعتهم هتبقى كام 9 ل3 ل3 ل1 التسع افراد الاولانيين دول هما سائدين في كل الزوجين طب التلاتة التلاتة والتلاتة الاتنين اللي في النص دول سائد في صفة ومتنحي في الصفة التانية والتلاتة التانيين سائد في الصفة التانية ومتنحي في الصفة الاولى طب الواحد اللي الواحده ده متنحي في الصفاتين توزيع الجينات لما احنا جينا درسنا لقينا ان توزيع الجينات اللي بيكون موجود على الكروموسومات في الامشاج بيكون توزيع حر انا ما بتحكمش فيه فكل جين بيبقى موجود ممثل على كروموسوم في حد ذاته مستقل الواحده تعالوا بقى نشوف المثال بتاعنا بقى الشكل اللي قدامك دلوقتي بيوضح طوارس الصفاتين اللي احنا لسه متكلمين عنهم بس تعالوا نفكر الأول مين فيهم الصفة السيدة ومين فيهم الصفة المتنحية هلاقي ان لون البزرة أصفر وأخضر دي ملساء ودي مجعاذة لقيت ان الترز الجينية اللي مكتوبة Y capital Y capital S capital S capital Y small Y small S small S small يبقى معنا كده الترز الجينية بتاعة الصفرة الملساء اللي هي capital يبقى معنا كده اننا هلاقي ان اللون الأصفر هو السائد والشكل الأملس هو السائد طب ايه بقى الصفة المتنحية هلاقي ان الصفة المتنحية المراضي هي اللون الأخضر لان هي Y small والشكل المتنحي هو الشكل المجعد لان هو S small الجيل الأول كله زي ما انتوا شايفين Y capital Y small S capital S small طالما انا ظهر عندي ال capital في ال Y وال capital في ال S يبقى هلاقي ان افراض الجيل الأول كلهم عبارة عن ايه صفر وشكلهم أملس طيب لو انا خدت اتنين من دول وعملت لهم تهجين مع بعض هلاقي ان هما هيطلعوا لي الجدول الكبير اللي انتوا شايفينه قدامكو ده لو احنا عدينا في عندي كام بذرة صفرة وملساء هلاقي ان هما تسعة زي ما احنا اتفقنا التسعة دي بتبقى سايدة في ايه في الصفاتين لون البزرة وشكل البزرة طيب هلاقي بعد كده في ثلاثة بس لونهم أصفر وشكلهم مجعد سائت في صفة ومتنحي في صفة وثلاثة تانيين بس لونهم أخضر بس شكلهم أملس سائت في صفة ومتنحي في الصفة التانية وهلاقي هي بزرة واحدة بس اللي لونها أخضر ومجعدة تحقيقا أو تطبيقا للقانون بتاع مندل اللي هو قال لي أن الجيل الأول بيبقى بنسبة 100% صفة سائدة والجيل التاني بيبقى بنسبة 9-3-3-1 طب تعالوا كده نلخص مع بعض اللي احنا تكلمنا فيه النهاردة احنا تكلمنا في النظرية الكروموسومية وقلنا ايه هي النقاط أو أهم النقاط بتاعتها بعد كده بدأنا نقول أن الكروموسوم بيتكون من بروتين وDNA الDNA ده هو اللي بيحمل الجينات المسؤولة عن الكائنات الحية والصفات الوراثية بتاعتها كلها وأن الجين بيتكون من تتابع من النيوكليوتيذات موجود جوه الDNA اللي هو أصلا موجود جوه الكروموسوم وفسرنا قوانين مندل القانون الأول والقانون الثاني طبقا للنظرية الكروموسومية تعالوا نشوف السؤال بتاعنا المرة دي هيبقى ايه تتطفق كل من الكروموسومات والعوامر الوراثية للصفة الوحدة في خلايا الفرد بأنها توجد ألف بصورة زوجية به بصورة فردية جيم بأعداد كبيرة دال بصورة متشبهة وفي الختام أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية وإن شاء الله بإذن الله نكون استفدنا مع بعض النهاردة اشتركوا في القناة